السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحييكم بتحية الإسلام أما بعد تحية نضالة عالية خالصة بجميع الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات أصحاب الأياد النظيفة الذين لا يمدون أيديهم إلى المال العام لهؤلاء المخلصين والمخلصات يعني أرفعوا شارط النصري عالية شامخة فتحية شكر وتقدير لكل من ساند ودعم وآمن بنبل قضية شيوخ الطربية والتعليم الذين توظفوا بأحد السلمين السلم السابع أو بالسلم التامن وتقاعد تصاعديا من 2003 إلى قبل فاتح يناير 2012 إذن كما دأبت العادة يعني يوميا ومنذ سنة ونصف ونحن نناضل عن قرب وعن بعد من أجل استرجاع حقوقنا كاملة مكتملة غير منقوصة وقد آمن إيمانا صادقا بمشروعية قديتنا وعليه فإننا لن نيأس ولن نستسلم حتى نسترجع حقنا المشروع في الترقي إسوة بالمتقاعدين الذين يعني ترقوا من 2012 إلى قبل فاتح إلى قبل فاتح يناير 2016 لأن هذا التاريخ الذي تم ترسيمه أعيدها وأكررها في الاتفاق دير 25 أكتوبر 2016 الذي على أساسه تم يعني إقرار إقرار التاريخ المفعول المالي والإداري في 1.1.2016 وقاموا بإقساء حوالي 17 ألف ممن توظفوا بالسلم السابع وبالسلم الثامن وكما أشرت في فيديوهات سابقة فقد قاموا بترقية من 2012 إلى ألفين إلى 31.12.2015 ترقية للمتقاعدين الذين توظفوا بالسلم السابع وبالسلم الثامن رغم أنهم كانوا مقصيين جملة وتفصيلة من مضامين المرسوم جوز 19.504 فهذه الترقية كانت مبطورة لأنهم قاموا بإقساء شيوخهم شيوخ التربية والتعليم الذين تقادوا قبل فاتح يناير 2012 ظلما وجورا وخلافا لروح الدستور الذي ينادي بالمساواة في الحقوق والواجبات والجميع كان يرفع شعارات جوفاء وهي الحقوق بالواجبات الحقوق بالعدالة والواجبات بالأمانة الحقوق بالعدالة والواجبات بالأمانة وقد أثبت إقساء إقساء المتقاعدين قبل 2012 أن هذه الشعارات ما هي إلا شعارات جوفاء مستهلكة فكيف يتم إقساء شيوخ التربية والتعليم الذين توظفوا بالسلم السابع وبالسلم الثامن في حين أنهم كانت لهم الأسبقية والأولوية في الترقي لأن هذه المظلومية بنيت من أجلهم بنيت من أجلهم في حين أن يعني رغم صدور اللوائح في 2011 وصدور لوائح المتقاعدين إلى غاية 2011 تم تهريب الملف ومعالجته معالجة فقط للمزاولين من 2016 وما بعد وفي اتفاق منتصف الليل قاموا بإضافة ترقية للمتقاعدين فقط من 2012 إلى 2015 الجميع تنكر لهؤلاء الشيوخ لأنهم أصبحوا كولا ومعظمهم يأن تحت وطأة المرض الأمراض المستعصية والمزمنة التي تلزمهم الفراش ولا يقوون على المطالبة بحقوقهم لهذه الأسباب تم إقساؤهم ولم يعترفوا بأن هناك يعني شيوخ التربية والتعليم قدم المحاربين توظفوا أيضا بالسلم السابع وبالسلم الثامن وكانوا يعني تم ظلمهم والتعسف عليهم بفعل المرسومين 1985 و2003 ورغم ذلك تم التنكر إليهم وأقساؤهم بنيون رحمة ولا شفقة فلولا إصرارنا واستماتتنا في النضال وفي التعريف بهذه المظلومية لما كانت اليوم هذه المظلومية مضافة إلى الملفات الملفات المبرمجة من أجل إيجاد حلول لها اليوم والحمد لله والحمد لله لما تنكر للجميع كنا مضطرين أن نبحث عن الحل أينما كان وبأي طريقة كانت لأن الغاية تبرر الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة والحمد لله والحمد لله والشكر لله لقد وجدنا فعلا يعني شرفاء وشارفات يعني آمنوا إيمانا راسخا بمظلومية هؤلاء الشيوخ الذين تقعدوا قبل 2012 وآمنوا إيمانا راسخا بأن من حقهم أيضا الإنصاف بل هم الأوائل الذين يجب إنصافهم ورد الاعتبار إليهم وجبر ضررهم لأنهم هم من بنيت المدرسة العمومية على أكتافهم في فجر الاستقلال في فجر الاستقلال ومعظمهم يعني بدأ مشواره المهني كمعلم مؤقت كمعلم مؤقت وقد يعني قرصنت سنوات من عمره تعد بالعشرات حتى تم ترسيمه بعد عشرين سنة من العمل تم ترسيمه فقط في السلم السابع ومنهم من قد أكتر من خمسة وثلاثين سنة وسبعة وثلاثين سنة وفي آخر مشوار يتقاعد بالسلم التاسع سلم الدل والهوان وبمعاشات هزيلة في بعض الأحيان لا تفوق 1200 درهم شهريا فكان الأولى أن يتم إنصاف إنصاف هؤلاء الشيوخ أصحاب المعاشات الهزيلة المعاشات الهزيلة ولما تم يعني إقرار يعني الإصلاح المقياسي لصناديق التقاعد كان لا بد لا بد أن يكون هناك أن تمنح هناك امتيازات لهؤلاء المتقاعدين ولكن شيئا لم يحدث من هذا القبيل بل كان يعني يعني إصلاحا مقياسيا يعني مئة في المئة بدون أن تمنح أي امتيازات في حين نجد أن المتقاعدين لم تراجعت معاشاتهم منذ 1997 ولم يستفيدوا لا في 2011 في الزيادة دي 2011 ولا في الزيادة دي 2019 دائما يعني يستثنون من حقهم المشروع في مراجعة معاشاتهم إذن إنصاف هؤلاء الشيوخ وطرقيتهم إلى الدرجة الموالية هي حق مشروع حق المشروع لهؤلاء المتقاعدين الذين يعني لم تراجع معاشاتهم منذ 1997 ونعرف أنهم قد يعني تضرروا بفعل المرسومين الجائرين 1985 و2003 إذن على هذا الأساس بنيت المظلومية وكان لابد أن يتم يعني إنصاف وطرقية يعني الضحايا أو شيوخ الطربي والتعليم الذين توظفوا بالسلم السابع وبالسلم الثامن الذين الآن يعني تجاوز السبعينات وتجاوز السبعين ومنهم يعني من تجاوز الثمانينة هؤلاء الشيوخ ليس لهم وقت للانتظار فقد غادرون إلى دار البقاء بالعشرات تجاوز نمائة يعني فقيد من الشيوخ الطربي والتعليم الذين كانوا بالأمس يناضلون إلى جنبنا رغم يعني المرض ورغم مشاقي التنقل والصفر من مدن نائية إلى الرباط من أجل يعني النضال إلى جنبنا اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة وأسكنهم فسيح جناتك واجعل قبورهم رودة من رياد الجنة ولن ننساهم أبدا ونعود الآن إلى المظلومية إلى مظلومية ديال المتقاعدين الذين تقاعدوا تصاعديا دائما أقول تصاعديا من 2003 إلى قبل فاتح يناير 2012 لأن المظلومية تمركزت وتمحورت في 2003 و2004 و2005 و2006 لأن هناك فعلا ضحايا المادة ميو 12 الذين كانوا قد قيدوا في لوائح الترقي وتم التأسف في حقهم إداريا ومن طرف الجميع وتم تجميد ترقيتهم رغم استحقاقهم لهذه الترقية إذن المظلومية بنيت منذ 2003 وكان لزاما على الجميع أن تتم ترقيتهم هم الأوائل وأن يستفيدوا من المادة ميو 15 هم الأوائل وأن يستفيدوا من المادة ميو 12 هم الأوائل ويتم إنصافهم وتتم ترقيتهم أوتوماتيكيا يعني خلافا للمادة 99 يعني خارج الحصيص السنوي يعني خارج الكوطة كما يترقى دائما المتقاعدون فالمظلومية دي المتقاعدين قبل 2012 يعني تضم يعني عدة أصناف من المتقاعدين سواء المتقاعدون قاعدا كاملا يعني المداج أو تقاعدا نسبيا أو تقاعدا وفق تقاعدا مبكرا أو تقاعدا وفق المغادرة الطوعية أو متوفون رحمهم الله أو دوي حقوقهم جميع هؤلاء الأصناف يجب أن يرقوا جملة وبدون وبدون طرق ولو ضحية واحدة ولن نردى بأي طرقية تستثني ولو ضحية واحدة نحن من بنين المظلومية نحن من ناضرنا يوميا من أجل هذه المظلومية وقد آمن الشرفاء الشريفات بهذه المظلومية وتبنوا مظلوميتنا وأوصلوها إلى من يهمهم الأمر وبالضبط إلى السيد الوصي عن القطاع السيد الوزير وزير تربية الوطنية الوطنية يعني السيد أمزازي سعيد وفعلا اعترف بالمظلومية اعترف بالمظلومية في شهر 11 يعني نوفمبر 2020 وأقر بأن هناك 10200 متقاعد ومتقاعد بمن فيهم المتوفون يعني يتوفرون على نفس الشروط ووعد بأن هذا الملف وهو ملف جديد سيكون من الأولويات وفعلا مؤخرا في قبة البرلمان اعترف بأنه تم إضافته إلى الملفات الـ 12 التي تم برمجتها من أجل إيجاد حل الله ومن هذا المنبر أحيي عاليا جميع جميع الشريفات والشرفاء في وجلة الذين ساهموا وآمنوا بنبل قديتنا ودعموا وسندون في وقت محنتنا حتى تحققت هذه المظلومة وأصبحت واقعا ملموسا وملفا جديدا مضافا إلى الملفات التي سيتم معالجتها خلال هذه السنة كما نحيي عاليا كما نحيي عاليا الأستاذ الفاضل الأستاذ الشريف الأستاذ عدل حسان ابن مدينة آسفي حاضرة المحيط المناضلة والفريق البرلماني للعدالة والتنمية الذي تبنى ملفنا وأوصله إلى من يهمهم الأمر أحيي عاليا الأستاذ الفاضل الأستاذ عدل حسان من هذا المنضر كما أحيي عاليا الأستاذ المهيلي المهيلي يوسف المهيلي يوسف الكاتب الإقليمي في مدينة آسفي للجامعة الوطنية الموظف التعليم لأنه هو الآخر قمنا ببناء هذه المظلومة يعني منذ شهر شتنبر 2020 وهو يساندنا ويبني معنا هذه المظلومة طوبة طوبة كما يقولون كما أحيي عاليا جميع الإخوان في الإدارة المركزية للجامعة الوطنية الموظف التعليم في الرباط وأحيي عاليا الكاتب العام الوطني الأستاذ داحمان عبدالإله الذي وعدنا منذ شهر شتنبر بأنه سيتبنى من الفنى وسيمد لنا يد العون وذلك ما حدث فعلا فهذه المظلومة رفعناها كمظلومة وبنيناها يعني من الجانب القانوني ومن الجانب التقني وأوصلناها إلى من يهمهم الأمر سواء في المجلس التشريعي سواء في النقاب العتيدة الجامعة الوطنية لموظف التعليم فهذه الحقائق يجب أن يعلمها الجميع القاسي والداني في الوقت الذي كان كان الذين يعني يسعون ويهرولون وراء ولي نعمتهم من أجل التوسط والذي كان يبيعهم الوهم كان يبيعه الوهم ويقولهم أن ملفكم هو الملف 23 في عيل أن اتضح ما كان لا ملف 23 ولا 24 ولا 520 ولا أي شيء هناك 12 ملف فقط تم التوافق حوله في اللجان التقنية والموضوعات بين النقابات الأكثر تمتيلية وبين المصالح الإدارية من أجل معالجتها خلال السنة المريعة ديال 2021 أفوا أفوا فلولا إصرارنا ولولا تبنينا لهذه الملف ولولا يعني نضارنا اليومي والمستميت وتواجدنا في جميع ربوع المملكة المغربية من أجل البحث عن الحل الذي ينصف شيوخ الطربي والتعليم الذين تقاعدوا مع قبل 2012 لكان ملفنا في البيباعي والآن سنكون دائما وأبدا يعني متواجدين في الساحة ونجوب جميع ربوع المغرب حتى نجل حلا منصفا شاملا لا يخلف ولو ضحية واحدة ولا يخلف ولو ضحية واحدة لأن البطاقة التقنية التي على أساس يبني هذا الملف وهي أن كل من توظف بالسلم السابع وبالسلم الثامن يجب مراجعة ترقيته وترقيته ترقية شاملة أوتوماتيكيا بدون قيد ولا شرط أن هذا جبر الضرر ورد الاعتبار وإن الإنصاف لهذه الفئة والاعتراف بالجميل وبالخدمات الجليلة التي قدمها لهذا البلد وللنقابات وللأحزاب السياسية وللجميع أكتفي بهذا القدر في هذه المداخلة والمساهمة اليومية وأترك رقم هاتفي 0 36 34 71 0 72 لأن هناك مجموعة من الإخوان يعني يطرحون أسئلة فمن يعني يرغب في طرح أي سؤال أن يتصل بهذا الهاتف وسأكون رهن إشارته ودائما نحيي آليا جميع الشرفاء والشريفات الذين ساندون ودعمون في مشوارنا النضال وسنبقى نناضل ونستميط في النضال حتى ننال حقوقنا كاملة مكتملة غير منقوصة وما لا يؤخذ بالنضال يؤخذ بمزيد من النضال وما النصر سوى صبر ساعة وخلال هذه الأسبوع سنكون متواجدين في الرباط إن شاء الله وإن اقتدى الحال في جميع ربوع المغرب إن شاء الله ما فاكنش حتى نأخذ حقوقنا المظلومية هذه مظلومية بل مظلمة وضعناها وسنأخذ حقوقنا كاملة مكتملة غير منقوصة ما شيدوك للي ما عمروا خرج من الكاشة ولا فات بلاكت الرابعين كما فعلوا مع المتطاعدين من الفين وثلاثة من الفين وطناعش إلى الفين وخمسطعش الناس اللي كانوا طين واضلوا تم إقساؤهم والناس اللي ما عمرهم فاتوا بلاكت الرابعين تمت ترقيتهم حداري ثم حداري ثم حداري نحن ما شير حيط الإقساء يمكن يتجاوزونا ونطلب من الله أن يتم إنصافنا وأن يعني لا تكون لنا مواجهة ومواجهتنا ستكون عنيفة إننا لا نهاب أحد ولا نرضى ولا نبتغي أن تكون هناك أي مواجهة بيننا وبين من يقومون بظلم شيوخ الطربي والتعليم لأننا لن نستسلم ولن نيأس وسنواجه كل من يقف عقبة في وجه تحقيق مبتغنا وسنحقق المبتغى إن شاء الله جتير طون للسيبل جتان للسيبل أفك بريسيزيون والليبيرلية في المير ما طنعت طلوش تحيا إضاليا لا يدير لفا الخير تحيا مور مئة وعشرين